شهادة الكفن المقدس لا توجد بالكفن أي آثار التلف أو التحلل أو البقايا على الجسد واضح أنه جسد المسيح في اليوم الثالث في القيامة انسل من الكفن يعني لو سرقوا الجسد مثل ما ادعى اليهود كان بيعبثوا فيه أو بيخدوه مع الكفن ولكن كان مثل ما هو الكفن بس طلع الجسد من الكفن بطريقة عجيبة كما لم يمسك الموت من يسوع أو الجدران المغلقة لم تحجز دخول المسيح ليروه التلاميذ ثم الشيء الغريب كمان المنديل الملفوف كان ملفوف مطوي يعني موضوع جانبا وهذا طبعا دليل مهم جدا الكفن أحباء مثل ما حكيت هو عبارة عن أقمشة وعطور يعني حتى تحافظ على يعني رائحة الجسد وحتى هذه العطور ممكن وزنه يقتل إنسان وجد الكفن في القبر الجديد المنحوط في الصخر قبر يوسف الرامي وكما يقول الكتاب اللي قدم هذه الحنوط هو يوسف الرامي خلينا أتكلم عن شهادة أخرى تغيير التلاميذ والتحول مئة وتمانين درجة بالحقيقة رأوا المسيح حياً أمامهم تخيل واحد مصلوب صلب على الصليب في اليوم الثالث عم بيظهر للتلاميذ حي أمامهم وعندما امتلأوا من الروح القدس تحرروا من الخوف والفشل تحرروا من الشكوك وعدم التشديق صار عندهم الإيمان واليقين صار عندهم الجرأة والشجاعة لم يستطع أحد أن يقف أمامهم لا عواصف الإضطهاد ولا حتى بطش الرمان وخلال سنوات قليلة بقوة المحبة وصلت رسالتهم إلى ثلاث قارات وغزت كل الأرض شهادة نمرة سبعة ماذا عن صمت الأعداء وين اليهود يقولوا الجسد هنا أو هناك ماذا عن اضطهاد الرؤساء رؤساء الدين مثل قيافة اللي اضطهد يسوع واضطهد استفانوس واضطهد شاول الترسوس ويعقوب أخه يحن بصراحة لم يستطيعوا أن يقدموا دليلا واحدا لعدم إثبات القيامة بل حاولت اليهود والرومان أن يقمعوا رسالة التلميذ لكنهم فشلوا لأنها كانت مؤيدة من الله بالآيات التابعة والمعجزات الخارقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر